قلنا لابد لمن كان خارج المسجد أن تتصل الصفوف مع إمكان الاقتداء وهو سماع التكبير فإن ازدحم المسجد واتصلت الصفوف فكانت خارج المسجد ووصلت هذه الصفوف إلى المحلات التي بهذه العمائر والتي فوقها شقق فإن من في الشقق يصح لهم أن يوصل لما؟ لأن الصفوف متصلة فوصلت إلى المكان الذي هو تحته أما مع السعة فلا فلابد أن يأتوا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فأصحاب الحوانيط الواجب عليهم أن يأتوا إلى المسجد لما؟ لأن الله عز وجل آمر بالذهاب إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة آمر بأن تؤدى الصلاة في المساجد فإذا وجد مكان في المسجد وهو يصلي عند حانوته أو عند محله أو في شقته هنا لم يستجب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب وفي الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولذلك قول من يقول بأنه لا بد أن يأتي إلى المسجد مع وجود مكان هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية لكن من كان جالسا في محله أو في شقته هنا لم يسعى فما الفرق بين من يصلي في العمار الأولى القريبة من المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبين من هم في العمارة العاشرة في الخلف واتصلت العمارات بعضها مع بعض لماذا أجلستم لهذا ولماذا منعتم هذا؟ ثم يقال أيضا لماذا أجلستم لمن هو في العمارة العاشرة ومنعتم من هو خارج مكة اشتركوا في القناة